السلام عليكم هدية النهاردة يمكن خاصة بفريق معين من الناس أو بطيفة معينة من الناس وبلاش تتهمني بالعنصرية بس الحقيقة وانا فاتح الاتصالات في يوم الحد والتلات بيجين اتصالات اما من جوة مصر أو برا مصر ناس كتيرة قد انفطر قلبها على أبنائهم الذين ماتوا في الغربة ودايما الأم بتسأل وتطمن بعد موت ابنها بالله عليك قول لي ابني في الجنة ولا في النار بالله عليك قول لي ابني سوابه عند ربنا ايه يا شيخ ده كان بر بنا قوي يا شيخ ده كان بيعمل يا شيخ ده كان بيسوي فوقفت كده بعد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علشان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم وعلشان برد قلب كل أم ابنها مات في سفر اي ان كان السفر ده على فكرة ممكن يكون سفر داخلي او سفر خارجي يعني ممكن حضرتك من محافظة القاهرة ومت في شغلك في محافظة اسكندرية مت في شغلك في محافظة اسوان او برا البلاد خالص زي الدول الاجنبية او الدول العربية عايز ازوف البشرة دي لكل ام والكل زوجة والكل ابن والكل بنت اسمع كده مكانة ابوك اسمعي كده مكانة زوجك اسمعي كده يا حجة مكانة ابنك اسمعي كده يا امي واسمع كده يا بويا مكانة ابنك او بنتك خدوا بالكم الامام النساء يروي عن سيدنا عبدالله بن عمر رضوان الله عليه وارضاه ان رجلا من المدينة مات ممن ولد بها المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام واسأل الله ان يجمعنا في المدينة قريبا قلوا امين واحد من اللي تولدوا في المدينة المنورة مات فجابوا عشان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فصلى عليه رسول الله ما تصلوا على حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ليته مات بغير مولدي فالصحابة استعجبوا قوي واندهشوا قالوا ليه يا رسول الله يعني الرايل في وسط اهله وسط عشرته وسط جرانه وسط احباب وسط اياله برضك هيكرموا وهايدفنوا وهايقوموا بواجباته وهاياخدوا عذاب فليه يا رسول الله حضرتك بتقول كده ليه ان هو يريته خد بالك يا ليته يعني النبي كان بيتمناله ان هو يموت برا المدينة المنورة فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يوضح للصحابة فضل اي انسان مات غريبا في غير مولدي اسمع كده سيدنا النبي قال لهم ايه بعد ما تصلي عليه وده بقى المرهم وده المسكن اللي هيبرد القلب وده اللي هينزل على القلب كده ويسكن ويهديه وده اللي هيمنع العيون ان هي تنفطر من البكاء وان كان البكاء رحمة قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الرجل اذا مات بغير مولده قيسة قيسة له من مولده الى منقطع اثره في الجنة الله اكبر تخيل بقى حضرتك لو حضرتك مثلا من القاهرة او من مصر وبعدين حضرتك ركز بس معايا عشان لسه الكلام ليه بقية وحضرتك موت مثلا من القاهرة موت في اسوان فتخيل بقى ان هيتأسلك المسافة من القاهرة لأسوان طبعا وبعدين يعني بعد ما الملاء كانت اسلي المسافة دي بقى اسمع النبي صلى الله عليه وسلم بقى يقول ايه فلو انت أبنى واحد نصيب في الجنة ركز بقى لو انت أبنى واحد نصيب في الجنة فهيبقى ليك مثل ملك الدنيا 11 مرة ده طبيعي زائد من مولدك الى منقطع اثرك يا الله تخيل كده من المكان اللي انا اتولدت فيه لحد المكان اللي انا موتت فيه ده زيادة على نصيبي في الجنة فضلا بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا انه أبنى واحد أفقر واحد في الجنة اللي مش لا يأكل في الجنة اللي ملعلوش مكان في الجنة زي ما بنقول كده نصيبه مثل ملك الدنيا 11 مرة يزيد عليها الراجل ده لو طلع أدنى واحد في الجنة ده ميت بر بلده يقاس له من مولده الى منقطع اثره يعني المكان اللي مات فيه ثم يكون له ذلك نصيبا في الجنة فضلا عن أن الغريب شهيد فأبشروا واستبشروا وادعوا لأبنائكم ولأزواجكم ولزوجاتكم ولمن مات في الغربة أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذه الهدية سكينة على قلوب المحبين إنه ولي ذلك ومولاه وهو القادر عليه صباحكم أمل صباحكم رحمة صباحكم نور صباحكم موصول بالنبي الرسول وصلي الله وسلم وبركة على نبيه البركات وعلى آله وصحبه وسلم